السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه سبب عدم نزول الحرارة بتاع الطفل لو انا بعمل ادي له علاج للسخنية كتير من انا بنشوف حالات من سخنية الاطفال مش رادة تنزل مع خوافة الحرارة هقول لكم ايه هي الاسباب اللي بتخلي الحرارة متنزلش عند الطفل انا دكتور حازم رجب استشاريتي بالاطفال تابعوني يا ريت قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان اللي عاوز يستفيد يستفيد من الفيديو اول سبب يا اما يكون خطأ في جرعة علاج السخنية وانا هقول لكم في اخر الفيديو ايه جرعات المناسبة او يكون خطأ في الفاصل بين الجرعات احنا عارفين ان الفاصل بين الجرعات تقريبا بياخد من اربعة لست ساعات بين كل مرة والتانية تالت سبب ممكن يكون عدم علاج المرض ممكن يكون طفل عنده التهاب في المسالك بدل ما نديه لمطهارات الهبور ومضادات حيوية لالتهاب المسالك بنديه مضادات حيوية لالتهابات تانية رابع سبب ممكن يكون تشخيص خاطئ يعني مسلا الدكتور بشخص فيروس وما بيديش وهو التهاب بكتيري او بشخص ده انه هو دور بكتيري وهو اصلا دور فيروسي خامس سبب ان هو ممكن يكون نتيجة ليه مرض نادر زي مرض كوزاكي اللي السخنية بتقعد فيه حوالي خمس ايام وبيظهر طفح جلدي والتهابات في العين وتأشر في جلد او يكون في التهاب رأوي وموجود عند الطفل من غير ما يكون فيه كحة ولا صعوبة في التنافس لكن الاشياء ان بيبقى فيه كحة وسعال وصعوبة في التنافس سادس حاجة اللي هو فيروس كورونا لازم نحط في اعتبارنا ان اي سخنية بتيجي للطفل دلوقتي بتكون اشتباه كورونا الى ان يزبط العكس الجرعات بتاعت الباراستامول او البنادول بتبقى خمستاشر مل جرام لكل كيلو في الجرع الوحدة واحنا قلنا ان الجرع بناخدها كل اربع ساعات بس ياريت ما نزودش عن خمس جرعات في الاربع وعشرين ساعة كلها في حل تاني ان احنا ممكن نبدل بين الباراستامول والبروفين ويفضل ما نديش الاتنين في وقت واحد لازم نعمل فاصل زي ما قلنا بينهم يا اما اربع لست ساعات لو لقينا السخنية في خلال تمانية واربعين ساعة ما بتنزلش يجب استشارة الطبيب ونكشف على الطفل اما بقى لو في سخنية مع ترجيع مع اسهال مع هبوط للطفل مع زور طفح جلدي لا هنا لازم استشارة والكشف على الطفل بسرعة